بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم إن شاء الله رح يكون عن التفاضل أو the derivative طبعا هذا الدرس الثاني من الوحدة الثالثة لمنهاج الصف الثاني عشر المتقدم بسم الله نبدأ بمقدمة بسيطة طبعا احنا تعلمنا سابقا الcontinuity أو الاتصال في الوحدة الأولى وعرفنا انه في عندي بعض الحالات بيكون فيها الدالة غير متصلة أو discontinuous function هن الثلاث حالات كانوا وهم لما يكون عندي فجوة أو قفزة أو خط تقارب رأسي يعني hole jump vertical asymptote زي ما احنا شايفين في الصور أو الرسمات الثلاثة الموجودة في الأسفل طبعا هاي الحالات بيكون فيها الfunction أو الدالة discontinuous أو بيكون فيها غير متصل طبعا الآن هاي الثلاث حالات بالإضافة لثلاث حالات جديدة يعني بيصير عندي ست حالات الست حالات اللي راح نذكرها الآن بيكون عندها function undifferentiable أو غير قابل للاشتقاق يعني ما mass الرأسي يعني vertical tangent والزاوية أو corner والعتبة أو الكسب طبعا خلينا نشرحهم بشكل سريع طبعا العتبة أو هذا الكسب بيكون عندي في هاي الحالة هاي نقطة اسمها كسب كسب لما يتغير شكل المنحنة منحنة يعني المنحنة كان هذا شكله بعدين فجأة تغير شكل المنحنة بهذا الشكل عندما يتغير شكل المنحنة بيكون عندي النقطة هاي بنسميها كسب أو عتبة بنسميها وعند هاي النقطة تحديداً بيكون الفنكشن ايش ما إلو لا يمكن أنه نشتق هذا الفنكشن الآن الحالة الثانية اللي هي corner يعني زاوية يعني بيكون في زاوية بهذا الشكل في المنحنة لما يكون يعني هذا الشكل هو شكل دالة القيم المطلقة في هاي الحالة في عندي زاوية وهنا في حالة الزاوية لا مش ممكن أنه نشتق هذا الفنكشن عند هاي النقطة وأخيراً المماسل الرأسي أو الvertical tangent واللي بيكون المنحنة بتحول شكله كخط مستقيم تقريباً يعني المنحنة كان ماشي بهذا الشكل فجأة صار خط مستقيم رأسي عند هاي النقطة إذن عند هاي النقطة تحديداً بيكون الدالة ما إلها مشتقة بالإضافة طبعاً لثلاث الثلاث حالات اللي أخذناهم سابقاً عن في الcontinuity وهم الهول أو الفجوة إذن هاي النقطة فيها هول أو فجوة يعني الفنكشن غير معرف عندها لذلك مش ممكن إحنا نشتق الفنكشن عند هاي النقطة وأيضاً القفزة أو الجمب يعني هون فيه بالفنكشن جمب قفزة واضحة عند هاي النقطة تحديداً أيضاً مش ممكن نشتق إحنا الدالة والفيرتكال اسمتت أو اللي سميناها سابقاً انفينيتي أو خط ما لا نهاية عند هذا الخط أو عند هاي النقطة تحديداً مش ممكن إحنا نشتق أيضاً الدالة الآن ننتقل لتعريف مهم جداً وهو أهم تعريف في هذا الدرس إحنا في الدرس الماضي درسنا تعريف المشتقة درسنا هذا القانون تحديداً اللي هو قانون اللمت أتش تقترب من صفر لأفو أف اي زاد أتش ناقص أفو أف اي تقسيم الأتش وطبقنا عليه بعض التطبيقات زي السرعة اللحظية اللي هي الانستنتانيوز فيلوسيتي طبقناها على هذا القانون طبعاً هذا القانون حسب التعريف الموجود عندي بيقولي يعني مشتقة الدالة f at the point x يساوي a is the slope of tangent line إذن مشتقة الدالة هي نفسها the slope of tangent line هي نفسها ميل المماس إذن ميل المماس يساوي الديرباتف يساوي ال-f prime أو المشتقة طبعاً إذا منلاحظ هاي الإشارة اللي موجودة على ال-f اللي هي f prime هاي الشحطة الصغيرة الموجودة على ال-f هاي بتدل إنه عندي derivative أو عندي مشتقة طبعاً هذا القانون اسمه تعريف المشتقة أو definition of derivative الآن في بعض الأسئلة حيجيك مثلاً في الامتحان ويقولك use the definition of derivative أو استخدم تعريف المشتقة في إيجاد المشتقة مثلاً فلازم نستخدم قاعدة limit هاي الموجودة عندي هاي القاعدة جداً مهمة وبنستخدمها لما يطلب مني في الامتحان استخدام قاعدة تعريف المشتقة الآن ننتقل لمثال هو أنا بقولي use the definition of derivative definition of derivative اللي هو تعريف المشتقة إذا قال لي في الامتحان تعريف المشتقة أو definition definition of derivative معناته لازم أستخدم قاعدة المت اللي تكلمنا عنها من شوي طبعاً هون الدال اللي عندي ثلاثة اكس زائد واحد وقيمة الاي تساوي واحد نكتب قاعدة المت اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي f of a زائد h ناقص f of a تقسيم h الآن نبدأ نطبق طبعاً هذه قاعدة المت اشتغلنا عليها في دروس سابقة واخذنا عليها كثير أسئلة فصارت الأمور إن شاء الله بسيطة مكان a حنحط واحد حسب ما هو موجود عندي في السؤال إذن f of 1 زائد h ناقص f of a يعني f of 1 كله هذا تقسيم h فأبدأ أنا أعوض 1 زائد h مكان x في ال-f يعني مكان قيمة x هنحط واحد زائد h طبعاً ما ننسى نكتب ال-limit بعدها بنحط الثلاث رح نبدأ بالثلاث بعدين x مكان x احنا اتفقنا نحط واحد زائد h واحد زائد h بهذا الشكل بعدين زائد واحد خلصنا ال-function الآن ننتقل ل-f of 1 طبعاً عندي ناقص من القانون ناقص من القانون بعدين f of 1 احنا اتفقنا ال-f of 1 أفضل عشان ما نتلخبط ونروح نطلح على جنب بهذا الشكل إذن f of 1 يعني بعوض واحد مكان ال-x الآن فحقول 3x يعني ثلاث ضرب واحد زائد واحد حيساوي ثلاث زائد واحد يعني أربعة إذن قيمة f of 1 هي أربعة فورو بحط أربعة وبعدين بقسم كل الموجود عندي تقسيم h هنبدأ نبسط الأمور أكثر ونكتب limit h تقترب من الصفر ونفك هذا القوس هنضرب الثلاث ضرب الواحد بعدين هنضرب ثلاث ضرب h ثلاث ضرب واحد يعني ثلاث وثلاث ضرب h يعني ثلاثة h طبعا عندي واحد ناقص أربعة يعني سالب ثلاث كل هذا تقسيم h الآن بلاحظ عندي في البطس ثلاث ناقص ثلاث بيعطيني صفر إذن ممكن نختصر إحنا الثلاث مع الناقص ثلاث يظل عندي ثلاثة h تقسيم h طبعا ما ننسى المت الآن بلاحظ أنه عندي في البصد h وفي المقام h أيضا ممكن نختصره مع بعض بهذا الشكل بيظل عندي الجواب ثلاث وثلاث هي قيمة الderivative أو ال-f' إذن الثلاث هو الجواب إذن هنا إحنا استخدمنا تعريف المشتقة أو عشان نطلع قيمة ال-f' ال-f' هاي معناها derivative أو مشتقة الآن مثال آخر بيقلي بيقلي use the definition of derivative أو أوجد مشتقة الدالة التالية باستخدام تعريف المشتقة أو definition of derivative لما يقولي تعريف المشتقة أو definition of derivative معناها أكيد لازم أستخدم قاعدة الليمت اللي احنا تكلمنا عنها سابقا فببدأ أطبق أنا بكتب الليمت H تقترب من الصفر ل-f of A زاد H ال-A احنا اتفقنا هنا إنها طبعا ال-A بتكون مفروض السؤال معطينيها في السؤال السابق أعطاني A تسابق واحد ولكن في هذا السؤال ما أعطاني A إذن A هون غير موجودة لما تكون A غير موجودة بحط مكان ال-AX مباشرة مكان ال-AX مكان ال-AX بهذا الشكل إذن هنطلع الإجابة بدلالة X لأنه ما عندي رقم أعوضه فهنحط مكان ال-AX فهنقول X زاد H ناقص F of A يعني F of X تقسيم H إذن إذا السؤال ما أعطاك قيمة A رقم بحط مكان ال-AX مباشرة وبطلع الإجابة النهائية بدلالة X إذن يساوي الآن بعوض X زاد H مكان ال-AX الموجودة في الدل إذن هعوض X زاد H مكان ال-AX الموجودة في الدل فبقول ثلاثة بابدأ بالثلاث ضرب مكان ال-AX هنحط X زاد H ضرب أو أو X 2 زاد 1 طبعا ما ننسى نحط ال-Limit بهذا الشكل الآن نكمل نحط ناقص من القانون طبعا F of X هاي هيا نفس هاي F of X اللي هي من 3X تربية زاد 1 هاي كاملة نفس ما هي ما بغير عليها شيء طبعا لازم نحط أقواس هون ضروري جدا عشان السالب لازم فيما بعد تدخل على القواس طبعا هذا كله تقسيم H الآن هذا تعلمنا كيف نفكه سابقا قلنا الأول تربيع يعني X تربيع زاد 2 ضرب الأول ضرب الثاني يعني 2XH زاد الثاني تربيع يعني H تربيع وهذا هندخل السالب عليه هتصير سالب 3X تربيع هندخل السالب على الواحد هيعطيني أيضا سالب 1 الآن هنبسط الأمور تحت هنكتب المت H تقترب من الصفر الآن هنضرب الثلاث في كل قيمة موجودة عندي من القيم اللي أنا طلعت هنضرب كل قيمة ضرب ثلاث هنضرب ثلاث ضرب X تربيع هيعطيني ثلاث X تربيع بعدين ثلاث ضرب 2XH يعني ثلاث ضرب 2 6 6XH زائد ثلاث ضرب H تربيع يعني ثلاث H تربيع الآن عندي زائد 1 بكتبه نفس ما هو بعدين مندخل الناقص على القوس هحيصير سالب ثلاث X تربيع ناقص 1 كل هذا تقسيم H الآن نبدأ نبسط أكثر عندي هون زائد 1 ناقص 1 حيروح مع بعض يعطيني صفر وعندي ثلاث X تربيع هون عندي سالب ثلاث X تربيع أيضا صفر بيروح مع بعض والآن لاحظ أنه عندي فقط متبقي حدين فوق اللي هم 6 X H و ثلاث H تربيع يعني H مشترك فوق فممكن نطلعه عامل مشترك بعد ما نكتب المت طلع H عامل مشترك وفتح قوس لما نطلع H نسحبها من هون بيظل عندي 6 X 6 X ولما نسحب H من هون بيظل عندي 3 H لأنه H تربيع سحبنا التربية ظل 3 H كل هذا تقسيم H طبعا H بتروح مع H بالبسط والمقام وأخيرا منعوض مكان H قيمتها وهي الصفر إذن 6 X الجواب النهائي 6 X زائد 3 ضرب صفر يعني أنه الجواب النهائي طلع بدلالة X ليش بدلالة X لأنه ما في عندي رقم فوق ما في قيمة A قيمة A السؤال ما أعطاني إياها قيمة A لو أعطاني قيم إلى A بيطلع معي الجواب رقم ولكن لأنه ما أعطاني A فحطينا مكان A X فطلع معي الجواب بدلالة X إذن هذا هو الجواب الآن ننتقل لمثال آخر طبعا هنا في عندي رسمة موجودة بقولي أوجد قيم X التي تكون عندها الدالة غير قابلة للاشتقاق يعني مع توضيح السبب إحنا أخذنا ست حالات في بداية هذا الدرس قلنا في عندي ست حالات بيكون عندهم قيمة X غير قابلة للاشتقاق خلينا نعيدهم أو نرجحهم شكل سريع الحالات الثلاثة الأولى اللي خذناهم في كانوا عبارة عن و هاي الثلاث حالات يعني فجوة والقفز و خط التقارب الرأسي هاي الثلاث حالات الأولى الثلاث حالات الثانية اللي اجداد علينا اللي خذناهم في هذا الدرس اللي هم الكسب أو العتبة والكورنر أو الزاوية والحالة الثالثة هي الvertecal tangent أو المماس الرأسي إذن الآن لازم نذكر كم قيمة الـ X كم قيمتها ونذكر أيضا سبب عدم الاشتقاق خلينا نبدأ مثلا من اليسار طبعا رح نمشي من اليسار أول مشكلة واجهتنا عند السالب ثلاث عند السالب ثلاث عندما X تساوي سالب ثلاث نلاحظ أن هذا الشكل الموجود هو خط أقرب ما يكون لأنه إيش يكون خط عامودي أو خط رأسي وهذا اللي سمينا إحنا إيش اللي هو Vertical Tangent أو خط التقارب الرأسي إذن خط تقارب أو خط مماس مش خط تقارب خط مماس رأسي لأنه Vertical Tangent هو خط مماس رأسي عند السالب ثلاث الآن النقطة الثانية هتواجهنا عند الثنين لاحظ أنه في فجوة أو هول عند X تساوي سالب الثنين إذن في فجوة أو في بال function هول الآن نبدأ أيضا نتحرك كمان نمشي نمشي سالب واحد ما في شي عند الصفر باللاحظة عند الصفر في خط طلع لفوق بهذا الشكل وخط نزل لتحت اقترب من الواي ولكن ما لمس الواي اكسز إذن في عند الصفر عندي خط زي كأنه موجود خط متقطع يعني الفنكشن ما لمسه وزي كأنه موجود عندي إيش عند الصفر vertical يعني خط تقارب رأسي يعني الفنكشن ما رح يقطع هذا خط التقارب إذن عندي خط تقارب رأسي أو vertical عندما اكس تثاوي صفر الآن نبدأ نتحرك كمان نوصل الواحد في عندي مشكلة عند الواحد وهي الجنب أو القفز إذن عندما اكس تثاوي واحد في بالدالة قفز أو jump ونتحرك أيضا عند اثنين لاحظ أنه في الفنكشن زاوية عند اثنين في corner أو زاوية إذن في خمس مشاكل في هذه الرسمة وهما خط مماس رأسي وفجوة وخط تقارب رأسي وقفز وزاوية إذن هذول الخمس نقاط بيكون الفنكشن عندهم أو الدالة غير قابلة للاشتقاق الآن ننتقل لسؤال آخر وهو استخدم الدالة المرسومة في إيجاد رسمة مشتقة الدالة يعني السؤال أعطاني رسمة ال-F أو الدالة ومطلوب أرسم أنا ال-F أو أرسم المشتقة طبعا إحنا بشكل عام دايما رسمة المشتقة بتكون أو درجة المشتقة بتكون أقل من درجة الدالة يعني بشكل عام إحنا الرسمات المشهورة عندنا رسمة الخط أو رسمة ال-X هي بهذا الشكل رسمة ال-X تربيع ستكون بهذا الشكل طرابولة رسمة ال-X أو 3 ستكون بهذا الشكل تقريبا رسمة X أو 4 ستكون تقريبا بهذا الشكل الآن إذا كانت رسمة ال-F مثلا X تربيع يعني هاي الرسمة ال-F رح نرجع درجة لورا حتكون رسمتها X رسمة X تقريبا حتكون عبارة عن خط فقط لو كانت رسمة ال-F مثلا X أو 3 بهذا الشكل حتكون رسمة ال-F X أو 3 هنرجعها خطوة لورا وهكذا الآن رسمة ال-F عندي فرابولة يعني X تربيع حنرجع خطوة لورا حتكون رسمة ال-F عبارة عن خط مستقيم ولكن احنا في عندي بعض المعلومات اللي ممكن نطلحها من رسمة ال-F من هذا الرسم ونرسم من خلال هالرسم الجديد خلينا نشوف شو هاي المعلومات الآن الرسم عندي المنحنة رح نبدأ طبعا من اليسار رح نبدأ بهاي النقطة من اليسار من هاي النقطة نلاحظ انه المنحنة او هذا ال-F بينزل لتحت احنا قاعدين ننزل نبدأ بالنزول ننزل 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 حتى نوصل لهاي النقطة حتى نوصل قاع الرسم بعدين رح نبدأ نبحرك لعلى رح نبدأ نصعد طبعا من اليسار اول ما نبدأ ننزل لغاية هاي النقطة لما تنزل انت او لما يكون القيم متناقصة رح نرسم الرسمة تحت ال-X يعني بهذا الشكل هذا ال-X حنرسم الخط تحت ال-X ليش لانه القيم بال-F متناقصة يعني بتقل القيم بتقل طيب الان رح نظل تقل لعند الصفر لعند هاي النقطة رح تكون تقل يعني بنرسم الرسمة ال-F أو F شرطة حنرسمها تحت ال-X هذا ال-X حنرسمه تحت ال-X بعدها القيم حتبدأ تزيد 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 للنهاية فحنرسم القيم اللي بعد الصفر فوق ال-X بهذا الشكل إذن هذا ال-X احنا رسمنا فوق ال-X لأن القيم بتزيد هون فهاي هي الرسمة الصح هاي رسمة ال-F وإحنا حسب المعلومات اللي عطيناها قلنا إذا كانت رسمة ال-F تربيع رح تكون رسمة ال-F وهاي الرسمة رسمة صحيحة ننتقل لرسمة أخرى وأنا بقول لي استخدم الدالة المرسومة في إيجاد رسمة مشتقة الدالة هاي اتفقنا إنها رسمة طبعا رسمة ال-F أو رسمة الدالة طبعا اتفقنا إنها رسمة X تكعيب تقريبا إذن رسمة F' هنرجع خطوة لو راح تكون رسمتها X تربيع أكيد هتكون رسمتها بربولا الآن رح يبدأ نستخدم معلومات الموجودة عندي وأنا بدأ يصعد بدأ أنا نصعد من اليسار نصعد نصعد حتى وصلنا على هاي النقطة إذن لأن صعدنا أو قيم تتصعد حيكون الرسمة فوق ال-X حتكون الرسمة فوق ال-X بهذا الشكل لأن القيم متصاعدة بعدين القيم حتبدأ تنزل متناقصة حتبدأ تتناقص حتى هاي النقطة إذن المتناقصة يعني حنرسم تحت ال-X حنرسم المنحنة تحت ال-X بهذا الشكل تقريبا تقريبا طبعا إحنا رود يكون متصل بهذا الشكل تكون رسمة واحدة متصلة تمام الآن أخيرا الرسمة نرجع تصعد فنرجع نخلي المنحنة فوق ال-X مرة ثانية بهذا الشكل إذن هاي هي الرسمة الصحيحة وهي رسمة فربولة أو رسمة X تربيع إذن فعلا طلعت معي رسمة رسمة X تربيع وهاي الرسمة هي الرسمة الصحيحة وهيك نكون ختمنا هذا الدرس نلقا لكم إن شاء الله في درس آخر